شهد محافظ الدقهلية تسليم 62 مشروع تنمويا من المشروعات الصغيرة بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و 240 ألف جنيه وذلك ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي تحت ميزلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وأشار محافظ الدقهلية إلا أن الدولة تستهدف خلق فرص عمل جديدة للمرأة المعيلة والشباب والأسر الأولى بالرعاية من خلال دعم وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة وتقديم التمويل المالي اللازم لهذه المشروعات نحن النهاردة في محافظ الدقهلية في دوان عام محافظ الدقهلية بنسلم 62 مشروع تنموي انتاجي بنسلمهم للأسر الأولى بالرعاية تحت بظلة التحالف الوطني العامل لأهلي التنموي بالشتراك والتعاون مع جمعية الأرمان